المشكلة اللي بتقابلنا ساعة لما نعرف نتصرف فيها تاني نعرف ازاي نتصرف لكن هتتمنع مش هتتمنع ما هيبضلوا يتخنقوا هيبضلوا اضربوا بعض طيب اول حاجة لازم اعرف ان معظم الاطفال وانت خلي يعني انت وابوهم لان ساعات الاب بتصدم كده اقولك ايه هو في ايال كده احنا ما كناش كده لا يا ابن العال كلها كده معظم الاطفال بتخنقوا مع بعض بيتخصموا بيتجدلوا ده طبيعي تمام اول حاجة اعرف ان ده شيء طبيعي ومش حاجة عند اولادك بس برضو من الحاجات اللي بتحصل هتلاقيهم بتخنقوا مثلا بتخنقوا على حاجاتهم الشخصية اخد التوكتي اخد قلمي اخد كورتي ما اعرفش ايه او ماناش لقي بانطلوني واخوي اخده او بيتخنقوا مين يقعد هنا الكنبة دي بتاعتي انا جيت هنا الاول وده مكاني بقى وانا هقعد هنا او لو في السارع عايزين يقعدوا قدام جنب بابا ولا جنب لهو كده احنا ده المكان بتاعنا بعض الاوقات بتلاقيهم بيدربوا وبعدوا بيتخنقوا مع بعض في اوقات تانية خالص تلاقيهم متصلحين ومتصافين وحبين بعض والله مبارك يعني حاجة كده من اسباب خنقهم مع بعضهم البعض بتبقى ساعات غيرة على فكرة بقى ساعات شعور بالنقص او فقد الثقة او ان الكبار متهدني انت دايما متهداني ويقولوا كده او غياب الاب والام مش في دماغهم عن حيات اولادهم ده مش في دماغهم اصلا ومش عارفين ايه اللي بيحصل واوقات كتيرة جدا جدا بيكون الاولاد في البيت حابين يسيطروا على البنات يعني بص الولد حاب ايه وامي جاي معاكس برضو دي مش في كل الاوقات ده يعني في بعض كده بيجروا شكلهم برضو مش في كل الاوقات من ايجابيات العراقات والشجرات والخناءات بين الاخوات جانب ايجاري جدا وهو طريقة الحوار بتاعتهم مع بعض وهم بيتخنقوا يتعلموا ازاي يديروا امورهم ويتعلموا ازاي يتكلموا مع بعض وازاي ممكن يدفعوا نفسهم او يوضحوا الامر اللي هم فيه ويدفعوا عن ممتلكاتهم في بعض الاوقات او يتعلموا ازاي يشاركوا الاشياء يتعلم الاخذ والعطاء وده شيء مهم جدا جدا وخصوصا في المهارات الاجتماعية معظم البيوت بيبقى فيها خناءات فبلاش نتوتر تمام وتلاقي الابعات بقى والاميات بتصدموا من الخناءات وخصوصا يعني الاميات تيجي تقولك انا مش عارف اتصرف انا اتخنقت والخناءات دي ومش عارف انا حاسة ان انا مش عارف اربي اصلا وانا مش عارف اتص اتصرف ما بينهم وانا مغير انا فيه اللي بيحصل وتحولت خصوصا لما الخناءات بتتحول لضرب وما بيسمعوش كلامها لابيسمعوا كلام الام في الحالات دي فاتبص تلاقي الامات ايه بيشتكوا او بيشكوا في نفسهم وفي قدراتهم في التربية وانه هم مش عارفين يسيطروا على اولادهم او انهم يمنعوا الخناءات دي طب تعملي ايه وتصرفي ازاي ده اللي هنتعلمه مع بعض اول حاجة لازم احفظوا معا الكلام ده جماعة وراء وقالهم ويكتبهم عشان احنا داخلين في حاجة عالية جدا جدا اسمها القيادة بتتخذ برا بلسه اريا الاعلان ب2800 دولار ولك مش عارف عشان تفلانا فاحنا هنعملك تخفيض 1800 دولار ايشان ايه فئة ده وانه تكلمهم احنا ندهلكوا ببلاش احنا هندهلكوا على مدار الامور دي ببلاش عشان اعرف مين القادر وما ييجي حد يجابي يقولك لا لا ده ده فلان ده ما كانش يقول انتوا عاملينه ومش عارف ايه وحتقلهوه بقى وهتعمله كذا وكذا ونيجي نتكلم لا تعالوا ما اقول لكم نعرف يعني اي القيادة وصفاتها وبعدين نجي نشوف مين طيب فان شاء الله جيبوا وراء وقلم كده وتكتبوا عشان الكلام ده بره بالقلوفات اقب الدولار اعرف اه مش حتى كده بال اول حاجة علشان احلها في موضوع الخناءات دي لازم اشوف حالة ابني او بنت الصحية بعمل تحاليل الغدة الدرقية ايه ده معقول عشان بيتخق ايوة اعمل كشف عامع النظر على السمع ليه لانه ممكن يكون الغضب او سرعة الغضب والتوتر هو اختلال في هرمونات في فرز هرمونات الغضب الدرقية او مش شايف كويس فبيخبط فخوف يقول كل ما يقوم جايزة ايه يا ابني هو مش شايفك اصلا فتبتدي العركة على كده او مسامع ده بينادى على ده وده بيقول عده في او مسامع لانه عنده مشكلة في السمع يبقى اول حاجة انت كام عليك انك تعملي التحاليل دي وتشوفي هل الحالة دي حالة طبية ولا لا مش كده يبقى النقطة اللي بعدين طيب هنتكلم بعشان نبقى منهجيين ونسبة تتكلم صح لو انا عندي الاطفال سب خمس سنين ممكن نستوعبه ممكن خمس سنين بس ده على حسب استجابة كل طفل يعني في قاعدة جميلة جدا جدا اسمعي معايا وكتيب الله يباركلك في التربية اسمها اسمعني شكرا وفهمني شكرا ايه اسمعني دي دي بتأصل اللي هي توضيح المواقف فكنا ما اقول لك وضح انت بتقول ايه فاهمني انت عاوز ايه وضح موقفك صح ولها شروط طبعا وشكل ولازم انا اهم حاجة فيها ما يكونش فيه صوتها عالي ما يكونش فيه الفاظ ما فيش ضرب ما فيش تخريب ما فيش اداة كده تقوم جاية مسأز بيها خوك لا اسمعني وفهمني دي اداة جميلة جدا جدا اسمها اداة التفاهم والتوضيح الامر التاني ان انصحك بيك ام بتكتبه ولا لا هو انك ما تدخليش في المشكلة بينهم على طول لا ما تدخليش في المشكلة بينهم على طول يعطيهم فرصة يتصرفوا يحلوا مشكلتهم وبعدين اتدخلي لو لقيت الامر هيتعدى الحوار وفيه ازل الاخر للطفل التاني اه يبقى دايما ايه لا اتدخل ساعدة بس عندي كلمة حلوا مشاكلكم وخلافاتكم مع بعض الاول ده سن سبع سنين فيما فوق طيب سن قبل سبع سنين اه بأصل فيهم كذا حاجة سلوك ايجابي بيشوفوه بصهم بيشوفوه في التعاملات والمعاملات بالاب والام بيشوفوه ازاي بيتحوروا عشان كده بنركز الاب والامة يا ابن ابوس ايدك انتو هي ارجوكو خلي حواراتكو حوارات راقية ما يبقاش الاولاد شايفين ان الزعيق والشخيط والهجوم على الاخر هو ده الاصل طيب يشاركوا يتعلموا ازاي يشاركوا اشياءهم ازاي صوتهم وقت النقاش ده افضل وسيلة للتربية هات تربية بالقدوة والمحاكاة يشوفو كم اللطف في الكلام والتعامل وازاي ان الام بتتكلم وازاي الاب بيرد عليها ولو الام شافت ان فيه سلوك ما عند اولادها لأ هم كواليسين وبيعملوا الامر ده بشجحهم عليه وحفزهم عليه ضروري جدا القاعدة التانية ممتاز جدا 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 لكل بيت ولكل ام بتسمع الكلام ده لازم الكل يلتزم بعدم قول الالفاظ ممنوع وقت الخنائات ووقت العركات تقول شتيمة ممنوع منعا بتا تصخر من اخوك ممنوع تشتم ممنوع دي من الحاجات اللي ما ينفعش ان انا تهون فيها ابدا او تقول لفظ او انك تصخر منه او تقوله ياللي عملت على نفسك فرحتك وحشة واللي مش عارفة عملت ايه لا 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 او يا قصير يا ازعى ياللي مش عادخين يا قلبس ممنوع الالفاظ وممنوع السخرية في وقت الخنائات ويبقى فيه تعذير لو تم الامر ده والتعذير ده هم اللي بيتفقوا عليه انت لو حصل كذا انت حكموا على نفسكم فاكرين طولة المفاوضات اللي انا بقعد فيها ابنائي حواليها ونقعد نقول احنا بنحط حاجات نلتزم بيها داخلي البيت وقوانين لو ما لتزمتوش بيها ها كل واحد يختار واسمعي من كل واحد اختياره ونفذ اللي انت عملتو تعذير ده لازم كمان نفهم نقطة احنا كاباء وكامهات نفهم نقطة مهمة جدا جدا وتبقى هي تقريبا سبب احساسهم ده ظلمني ده مضطهداني ده امرهم ما نصفوني ليه ألعابهم الخاصة الحاجة الخاصة ده بتاعت محمد ده بتاعت أحمد ده كذا هي بتاعتهم فلازم هم يستأذنوا عليها وأنا أقولهم من فضلك ايه رأيك أخوك عايز يلا ياخدها أو أخوي يجي يستأذنوا عايز تاخدها يلعبوا بيها خلاص انت تستأذنك لكن الألعاب الخاصة بالعيلة الحاجة اللي موجودة احنا جايبينها للعيلة كلها آه دي ينفع حاجة اسمها ايه المشاركة ولازم يتناوبوا عليها بالمشاركة ولازم أقول الأمر ده ويتعود الطفل على كده ان انت بتستأذن في حاجتي وان انا بقى شارك في حاجات العامة والآخرين لما يعامل الطفل بالشكل ده هيكتسب أصدقاء ويعرف يتعايش في المدرسة لانه تعلم المشاركة الأخذ والعطاء أو الوسط المحيط بيه طب لو حصل خلاف وشجار جوه البيت وتم التعدي بالإيد والأم تعمل ايه لازم أوقف في الكلام ده حالا وفي صلي ما بينهم وكل واحد يذهب فين كل واحد يذهب للغرفة بتاعته الآل ودلوقتي ويتم هدوء لما يتم الهدوء بعد كده تدخل الكل واحد وتكلمي كله على حده وتجمعهم تاني بعد لما يهدو ونبتد النقاش إيه اللي حصل وإيه اللي غلط ونشوف كذا لازم أسمع من ده ودي له فرصته وأسمع من ده طب لو حصل الخلاف خارج البيت لو صغيرين يبقى بتنبهيهم إنك هترجع البيت وهنسيب الخروجة وانتوا اللي هتتسببوا في كده إلا تلتزم ونكتحلوا مشاكلكوا بدون مش عايزة صوتها عايزة ولو ما توقفوش بقى بس هم مقبار فوق السبع سنين هنبه على الحرمانهم من الأشياء اللي تم الاتفاق عليها على طولة المفاوضات ممنوع التحيس لكل أب ولكل أم تتحيس ممنوع تقرني بينهم ممنوع تأسميهم ده ابن كويس وبيسمع كلامه ده ابن مش كويس وده وحش بيوصلهم على فكرة ممنوع تسمعي وشايت أخه على أخواته مهم جدا ليه قلت ليه قلت هم مؤتمينك وانا علمه كده وعلمه الأمر ده يطلع شابب على الأمر ده طب لو اتهمك أحل أبنائك بقى إنك منحزل أخو أكتر منه توقفي تعال وشوفي بقى وتبقي بجدية تعال إيه صور الانحياس دي ها إيه الكلمات اللي أنا قلتها وصلت لك المعنى ده إيه القرارات اللي أنا خدتها بتقول إن أنا نحست واسمعي منه لازم تسمعي منه وبعديها فاهمي إنه كلكم أولادي وكلكم معزة واحدة مش بفضل عمري حد على حد ولو لقيت سمعوا بالله عليكم يا أمهات ويا أباء ولو لقيت كلام ابنك صح وفيه شيء فعلا كلامه فيه شيء من الصحة إنك أنت فعلا منحزة أو فيك أو الكلمة دي تتفاهم كده آه تراجع أنا أسف واعتذر ما فيش أي مشاكل وصلحي الأمر وطلبي منه كن أنت الحاكم واسأليه هتحكم بإيه بس شرط يكون الحكم إيه يكون الحكم عادل دي بداية عشان أخلي البيت يهيأ عشان أحفلكوا دورة القيادة علشان أديكم الحلقات والسلسلة دي بطريقة تتبعية وإن شاء الله تكون مسلسلة مع بعض لازم الأول على الأقل يبقى بيننا اتفاق على الخناءات ماينفعش أكون قيادة وأنا بضرب ده وبعمل ده أطلع قائد إيه ظالم